عندما تحل ذكرى عيد العمال يأتي الحاج كريم عند هذا النصب الذي أنشئ في مطلع السبعينيات ليخلد معاناة العمال ونضالاتهم ويسرد له كم أنفق من سنيه للعيش بكرامة لم تتحقق تحت ظل الكثير من الصعوبات من عمري 30 سنة أنا شاب إلى عمر 66 هشتغل بالعمال يعني هاي شغلات حرة يعني عمالة تزيد تصعيد يعني أي شغل نشغلها يعني هي كسب يعني مو تقول مثلا عدي راتب أو عدي كذا هاي شغل لك يوم تاكل بيوم وما تشتغل ما تاكل هسنا طالع الساعة بالأربعة الفجر من الديار أهلي بالدياران أجي هنا على مدى أكسب لخبزة الجهالي أبقى حسنا الساعة بهدعاشة ماكو شغل يعني نباتنا تحارب كروتنا الكروة ما تحتار بها من نرجع بها تغريبا نجي من الأربعة الفجر حدهسي بساعة بالعشرة لا كو شغل ولا هاي لا جانب براس ولا هاي كفينك الله قاعد نفسك كراوة الروح ونرجع الروح ونرجع كفينك الله الحاج كريم كغيره من العمال غير المنتظمين في المؤسسات والشركات يعانون من عدم حصولهم على حقوقهم التي كفى لها قانون العمل لا بل حتى العاملون في مؤسسات وشركات خاصة يعانون من عدم الانصاف والأسباب كما يراها رئيس اتحاد النقابات يعودوا إلى التفاف البعض على القوانين فضا عن تفضيلهم للعمال الأجنبية على العراقية المشاكل اللي نواجه من خلال زياراتنا التفتيشية إلى موقع عمل هناك تمييز كبير جدا بين العمال الأجنبية والعمال العراقية هذا مؤشرات سلبية وكبيرة جدا دخوف كبير في الأيام القادمة إذ استمرت هذه من أمور أخرى ممكن أن تحصل مع العاملين العراقين لأن هناك إنهاء عقود جماعية في بعض الشركات هناك حالات عمل جبري كبيرة جدا هذه مؤشرات خطيرة يحاسب عليها القانون حتى أمام منظمات الدولية ومنظمة العمل الدولية جاء يتراقب والتابع فنحن لا يريد أن يكون العراق في القائمة السوداء نتيجة تصرف أرباب العمل مع العمال يجب أن توفر بيئة مناسبة للعمل يجب أن لا يكون هناك تمييز من ناحية الأجور بين العامل الأجنبين والعراقين ويشكل العاملون في القطاع الخاص والمختلط قرابة 70% من الأيد العاملة في البصرة وهم وزعون في أعمال متنوعة لكن أغلبهم يعانون من شظف العيش وتدني الإجور مشتاق فالح العراقية البصرة ترجمة نانسي قنقر